اشتركوا في القناة حيث على بركة الله ينطلق شوطنا الثاني شكرا للزميل سالم بالركاض العليل من تواصل مع حضراتكم بانطلاقة الشوط الرئيس الأول ينطلق هذا الشوط شوطنا الثاني وهو الشوط الأول بالنسبة لفئة الأبكار المهجنات على صايل على أرضية هذا الميدان ضمن تحديات وانطلاقات سن اللقاية وأيضا هذا الشوط مخصص لشعارات أصحاب السمو الشيوخ ومن له الرقبة من أبناء الغبايل ننطلق في هذا الشوط لنوافع حضراتكم بالمراكز الخمسة الأولى المتقدمة أبدأ مع فتون من تتقدم على المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي مع سعيد بن فايل الزرعي ولكن التغيير من قبل بروق عتيج بن عبيد بن محمد ألف لا سيقدم انطلاقة بروق من تأتي على صدارة هذا الشوط المركز الثالث وصلت هناك دلمة محمد بن سعيد بن سالم بن علي الشيخ يتقدم على المركز الثالث هنا بمتابعة وانطلاقة دلمة المركز الرابع وصلت سمهرم لمحمد بن حمد آل عويس يقدم سمهرم على المركز الرابع المركز الخامس وصلت الضبي هنا الضبي لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي الذي يتابع انطلاقة وتحديات الضبي مشاهدين متابعين الكرام وايضا المركز السادس وصلت ناصية لسمو الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي يتابع انطلاقة ناصية على المركز السادس المركز السابع وصلت شواهين لمعلي بن مهير بن بليشة الكتابية يقدم شواهين على المركز السابع والمركز الثامن اوصلت صبا سعيد بن سالم بن راجد بن حميد الخاطر يتقدم بهذا التقدم الممتاز وتاسع المراكز وصلته هناك مزاجة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راجد المكتوم وعبيد بن محمد بالضبيعة في المتابعة والتضمير وعاشر المراكز الشهنية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راجد المكتوم وعتيج بن علي بن خفية مشاهدينا متابعين الأفاضل يا من تتابعون هذا التحدي ونداؤنا الأول للعشرة المراكز الأولى نداونا الأول ونتحول إلى الصدارة إلى هناك النزاع مع المركز الأول وسمهرم تأتي على المركز الأول بمتابعة بوحمد وانطلاقات سمهرم محمد بن حمد العويس يقدم هذه النوعية ويقدم هذا الاسم على المركز الأول منطلق بهذا الانطلاق الممتاز ومندفع بهذا الاندفاع المميز على صدارة هذا الشهوط ولكن المركز الثاني بروق تأتينا لعتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي وأيضا شوف لي فتون أوصلت فتون على المركز الثاني لسموه الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي يقدم فتون وأيضا لي وصلت أيضا بالنفس الشعار ناصية لسموه الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي وأيضاً الغاتمة هناك الضبي لاسمه شيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي أيضاً بمتابعة هناك سعيد بن فايل الزرعي وأيضاً الغاتمة الغاتمة بهذا الانطلاق أوصلت هناك بهذا التحدي نخوة لمحمد بن أحمد بن حمدان بن دلموك ولكن مشاهدين متابعين الكرام وأيضاً الغاتمة الكادي حمد بوهليب هناك قادم بهذا الانطلاق ولكن عودتنا إلى الصدارة الأولى إلى هناك سمهرام محمد بن حمد العويس يتقدم مع الانطلاق الممتاز ولكن الكادي القادم على المركز الثاني متقدم هناك بقيادة محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليب ونقوة قادمة نقوة قادمة لمحمد بن أحمد بن حمدان بن دلموك ولكن غيرت 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 الكادي غيرت الكادي ونقوة في هذا الانطلاق الممتاز بأول يشواط المهجنات والكادي انطلقت انطلقت الكادي يلا الله 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 راحت بالانجازات راحت بالسجلات الحافلة هذه الكادية وسلالة سمهوي تأتي بهذا العطاء تأتي بهذا العطاء راحة الكادية هناك بالانجازات حيث تابعناها في العام الماضي في تحديات الحقائق حليفة هناك للسيارة في ميدان هناك الوذبة تأتي بهذا الموسم تأتي بهذا العطاء تأتي بهذا الانطلاق أيضا هذه الكادية محمد هناك بن عبدالله بن علي بوهليبة يتقدم إذن هذه الكادية تضيف الانجازات إلى الانجازات السابقة وتدون الانجازات إلى هذا الشعار شكرا يا بوهليبة شكرا محمد بن عبدالله بوهليبة تهانين ونموس على هذا الفوز والانتصال مركز الثاني وصلت نخوة لمحمد بن أحمد بن حمدان بن دلموق المركز الثالث المركز الرابع ألي بن سلطان بن رشيد المركز الخامس مهرم لما محمد بن حمد العويسية التوقيت الزمني سد دقائق وعشر ثواني تهانينا والناموس لمالك الكادي محمد بن عبدالله بن علي بوهليب والتوقيت الأفضل يتسجل مع الكادي سد دقائق وعشر ثواني وأيضا هنا معلومة عن الكادي تنحدر من سلالة سمهوي العاصفة وأيضا لها انجازة في العام الماضي في سن الحقائق وصيفة للسيارة هناك بميدان الوثبة وأيضا لها انجازات في ميدان المروم وفي هذا الموسم تأتي بهذا العطاء وتأتي بهذا الأداء الممتاز تهانينا والناموس لمحمد بن عبدالله بن علي بن محمد بوهليب على هذا الفوز والانتصال